لأول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1920 ومرورا بالحكومة التي تعاقبت على إدارة دفة حكم البلاد لم تتأخر دفع رواتب المتقاعدين والموظفين لكن حكومة عبد المهد المستقيل فعلتها وصدرت قرارا في آخر يوم لها وجهت فيه وزارة المالية بإيقاف التمويل بجميع أشكاله لحين قيام الحكومة الجديدة بدراسة الموضوع أي حكومة مصطفى الكاظم التي نالت الثقة النيابية مؤخرا قرار انعكس بشكل سريع على الأوساط الشعبية تحديدا فئة المتقاعدين وعوائلهم والذي جاء متزامنا مع جائحة كورونا التي عطلت أغلب مناح الحياة رواتب الموظفين التقاعدية لم تتركها الحكومة وشأنها فهي تحوم حولها منذ هبوط أسعار النفط وفكرت في غير مرة بالذهاب إلى الادخار الإجباري واستقطاع نسبة قدرها 25% ما يبين ضعف حكومة عبد المهدي وابتعادها عن القرارات المدروسة وعدز كبير في التخطيط والتنفيذ لبرنامجها الحكومي الذي لم يتحقق منه شيء ملموس بحسب مراقبين الصخط الشعبي بدى واضحا من هذا القرار المجحف الذي نال من المتقاعدين وهذه شريحة لم يفارقها الظلم حتى بات عدم الانصاف علامة فارقة لهم بضعف رواتبهم التقاعدية رغم المناشدات التي يطلقونها وصيحاتهم المطالبة بمساواتهم مع موظفي الطراز الأول وهنا الإشارة إلى متقاعدين درجة الأولى والثانية وأصحاب الدرجات الخاصة برواتبهم الخيالية نتيجة متوقعة في دولة ريعية بامتياز تعتمد مدخولاتها المالية على بيع النفط فقط الذي تهاوت أسعاره وانخفضت معه العائدات النفطية فوجدت الحكومة نفسها على حافة الإفلاس فلا مردودات من الصناعة ولا الزراعة ولا استثمارات بشكلها وتسميتها الحقيقية تسند موازنات البلاد ترجمة نانسي قنقر